السلام عليكم الله يعطيكم ألف ألف عافية طلابنا حبايبنا اليوم إن شاء الله راح نكمل معكم الحصة السابقة فيما يخص له تكوين الجاميتات سواء عند الذكر أو عند الونت طبعا إحنا أخذنا اللي هو تكوين الجاميتات الذكرية وكيف يسهم اللي هو تكوين أو هرمون متستستيرون في تحويل الطلاع المنوية لحيوانات منوية وقلنا لك إنه يا عمي الانقسام الموجود رح يصير انقسام متساوي للخلية التناسلية الأولية لخلية أم بعدين لخلية تناسلية أولية وبتعدين بتنقسم لثنتين ثانويات وبيعطوني يا أستاذي أربع طلاع منوية كل خلية ثانوية بتعطينا اثنين من الطلاع المنوية وفي الآخر بتحولوا له مين لحيوانات مين حيوانات منوية وكل حيوان فيه 23 كروموسون اليوم إن شاء الله رح نفوت لتكوين أو تكوين البويضات عند الأنثى طبعا تكوين البويضات عند الأنثى بدك تفهم يا أستاذي مين الهرمون اللي بيعمل على تكوين البويضات إنت بدك تفهم زي ما نعطيتك قبل قلت لك إنه غدت تحت المهاد بتعطي أمر للغد النخامية الأمامية بتقولها عند الأنثى يا غد النخامية أمامية إفريزي الأتش وأفأس أتش الجسم الأصفر والهرمونات المنشطة للحويسلة هسا اللي بيشتغل عند الأنثى الأفأس أتش بروح للمبيض ولما يروح للمبيض بيبلش عنا المبيض في إنتاج مين البويضات أو الحويسلات وقلنا لكم يا أستاذي أن حويسلة واحدة أو بويضة واحدة فقط في الشهر جاهزة للإخصاب والباقي بتحلل بموت طيب خلينا نيجي لهن يلا بقول لهن تبدأ الخلايا التناسلية الأولية عند الأنثى يعني عند الأنثى عندها كمان خلايا تناسلية أولية ومطالبين نعرف قديش المجموعة الكروم نسميها تؤن اللي هي منسميها خلايا جذعية تناسلية بالانقسام عدة انقسامات متساوية نفس نظام الذكر قلنا لك الذكر عنده تناسلية أو خلايا تناسلية أولية ذكرية هاي بيكون فيها تؤن بتنقسم متساوية لخلية نفسها بنسميها خلية منوية أم هون بتنقسم هاي انقسامات متساوية في المرحلة مين؟ الجنينية وأنا فهمتكم قلت لكم أن الأنثى بتنتج مبيضات وهي جنين آه والله بتنتج ايش الخلايا اللي بتنتجها في المرحلة الجنينية؟ هاي مهمة المعلومة اللي هي منسميها يا أستاذ الخلايا التناسلية مين؟ الأولية يعني الأنثى سبحان الله وهي جنين ببطن أمها بتنتج بويضات وبصير انقسام ولكن مين لخلايا التناسلية مين الأولية؟ بعدين بتوقف لما توصل لسن البلوغ طيب ولتكوين خلية بيضية ايش أم؟ والخلية البيضية الأم قديش المجموعة الكروموس مية تؤن؟ وتتحول إلى خلايا بيضية ايش أولية كمان تؤن تمام يا أستاذي؟ يعني هدول عن طريق الانقسام المتساوي تمام؟ بس تغير اسمها إنه من خلية تناسلية أولية انقسمت متساوي كونت عندي خلية منوية أم توان توان وكمان الخلية المنوية الأم انقسمت انقسام متساوي أعطتني خلية أولية طيب بكمل بعد ذلك تبدأ المرحلة الأولى من الانقسام مين؟ المنصف يعني لما توصل الخلية البيضية الأولية بتملش الانقسام منصف بس متى هذا الحكي في سن البلوغ يعني الانثة وهي بطن أمنها بتنقسم التناسلية الأولية فقط إلى خلية مين؟ بيضية أمه بتوقف بتوقف فيه جميل تمام؟ بعدين لما توصل لسن البلوغ بسير انقسام متساوي بتعطينا خلية بيضية أولية وبعدين بتنقسم منصف تمام يا أستاذي؟ طيب ولكنها أيوة هيا كتبنا إياها ولكنها يا أستاذي شمالها؟ تتوقف وين؟ في الطور التمهيد الأول حتى تصل الأنثى إلى سن البلوغ يعني انت يا أستاذي الله يرضى عليكم مطالبين نفهم يا أستاذي هاي المعلومة أن الأنثى وهي بطن أمها بتنتج بويضات أو بتنقسم مين هي خلية اللي بتنقسم؟ بتقولي بتنقسم خلية التناسلية الأولية إلى خلية منوية أو أضرن إلى خلية إيش؟ بيضية أم والخلية البيضية الأم بتنقسم لخلية بيضية أولية وبتوقف وهي جنين تمام؟ متى بتوقف مهم الطور؟ لو قل لي أول توقف عند الأنثى في المرحلة الجنينية متى؟ في الطور التمهيد الأول تمام؟ حفظ طيب بعد هيك خلص نستنى لما تنمو الأنثى تكمل نموها هاي الأنثى بطن أمها بعدين تنوى لدي يا أستاذي بعدين لما تنمو سنة سنتين أربعة خمسة عشرة لما توصل لسن البلوغ مثلا بتبلش عندي الإنقسام المنصف تمام؟ وبتصير إيش تنتج بويضات تمام يا أستاذي؟ وبس تنتج البويضات الثانوية بيصير إلها توقف ثاني يعني سبحان الله الأنثى عندها توقفين أول توقف في الطور التمهيدي الأول في المرحلة الجنينية وهي بطن أمها والتوقف الثاني وهسه وهي إيش عند سن البلوغ يعني قبل ما تتزوج هسه أي أنثى بتنتج بويضات ولكن بتتوقف في الطور مين الاستوائي؟ بتوقف في الطور الاستوائي مين الأول هذا التوقف الثاني هسه الإناث اللي غير متزوجات يا أستاذي اعرف إنهم يا عمي بتنتج البويضات بتتوقف في المرحلة الثانية في الطور الاستوائي طيب متى تتحول هاي البويضة لناضجة لما يتم الإخصاب؟ لما أنا أخير وسلامة تزوج هاي الأنثى ويبلش عندي الإخصاب عن طريق أن الحيوان المنوي بيحول البويضة هاي إلى ناضجة تمام تعالوا تطلعوا على السهون بشكل سريع هالسباجي يلا اللي قلته فاهمتكم أنا إنه الأنثى ينتج خليه تناسلت劵 وهي جنين بطن أمها بتنتج خليه تناسلته يأوليه فها historical في مين المرحلة إيش الجنينية بتنتج هاي الوثر وهي جنين في بطن أمها هذه تنقسم إنقسامل المتساوي بتكون إنا خلية بيضية أم والخلية البيضية الأم تنقسم إنقسام متساوي تعطيني خلية أولية طيب حسف Mist يصير هون بتقولي رح يصير اول ايش يا استاذي توقف رح تتوقف متى بتقولين في ايش يا استاذي الطور التمهيدي مين يا شباب اللي هو الاول يعني انت بدك تفهم انه الانثى او انت بدك تفهم انه كانثى الانقسامات وانت جنين بطن امك بدظلها تنقسم لما توصل الى البيضية الاولية البيضية الاولية بتكمل انقسام لا بتوقف في الطور التمهيدي مين الاول لما انتصل لمين لسن البلوغ لما انتصل لسن البلوغ بعدين بتنقسم الخلية تمام طيب انتو الان وصلتوا لسن البلوغ ايش رح يصير رح يصير عندي المرحلة الاولى من الانقسام المنصف فهذا الانقسام رح يعطيني خليتين خلية بيضية ثانوية وهي المهمة والجسم القطبي طب واحد بسأل او واحد بتسأل استاذ احنا بننتج خليتين هون اه بتنتج خليتين مش زي الذكور الذكور بيعطيني خليتين ثانويات بيعطوني اربع طلاع بينما عندي الانثى بينتج خليتين خلية ثانوية وخليش بنسميها جسم قطبي طب يا استاذ ليش هاي كبيرة وليش هاي صغيرة تيجي بتقول لي هاي الصغيرة لقلت لقلت مين الغذاء في مين السيتوبلازم يعني هاي اللي بتطلع صغيرة يا استاذي بتكون قليلة الغذاء فهاي على طول تضمح له وبتموت تمام هاي بسير اللي هضمح له وموت طبعا الانثى قديش بتنتج منهن بتنتج يا استاذي عشرين واحدة العشرين واحدة كلهم بتحول للا اجسام قطبية وبتظل عنا بس خلية واحدة اللي هي منسميها الخلية البيضية الثانوية هاي راح تتحول لا ايش لخلية ايش اللي هي ناضجة ويتم الحيوان المنوي في تلقيحها يعني الله يرضى عليكم بدي اعيد كمان المعلومات هدولة عشان تفهموا كأنا طالوا علي انتو بدك تفهموا انو انا الانثى في المرحلة الجنينية بتنتج خلية تناسلية اولية بتنقسم انقسام متساوي فبتعطيني خلية بيضية ام الام بتنقسم انقسام متساوي بتعطيني خلية بيضية ايش اولية بعدين شو بصير عندك انتو جنين تتوقفوا طيب متى بكمل انقسام عند السن البلوكي لايش بتنقسم هاي الخلية بتنقسم لجسم قطبي ولخلية بيضية ثانوية طيب ممتاز استاذي الاجسام القطبي هاي لقلة الصيتو بلازم لقلة الغذاء فيها بتموت فبيضل عندكم فقط خلية بيضية ايش واحدة عشان هيك انا قلت لكم انتو بتنجيوا عشرين حويصلة واحدة فقط جاهز الاخصاب في يوم 14 الشهر بعد الدورة طيب بعدين شو بيصير هون دخول النواة الحيوان المنوي في الصيتو بلازم الخلية البيضية يعني هاي الخلية الثانوية بتستنى في قناة ايش في قناة البيض عشان يوصل الحيوان المنوي يلقحها طيب في حال اذا انتو لسا مثلا ما زوجتوا خير وسلامة هاي الخلية البيضية الثانوية بتموت وعشان يتم انتاجها للشهر وين اللي بعده تمام طيب في حال بنوصل حيوان منوي يأستاذي رح يصير عندنا تلقيح بويضة ناضجة تصبح يعني نتيجة وصول الحيوان المنوي بتتحول البويضة الثانوية الى ايش ناضجة تمام? طيب كيف حولتنا الناضجة نتيجة ايش? وصول الحيوان المنوي لما نيوصل بتسير هاي ناضجة استكمال المرحلة الثانية ما lovers من الانقسام, فبتعطيني ايش اللي هو ايش خلية بيضوية ورح يصير عندي اخصاب ورح ينتج نوات اللي هو الحيوان المنوي الان 23 كروموسوم ونوات البيضة اللي هي 23 كروموسوم ورح يندمج لما بعضه ويعطوني بويضة واحدة فيها قديش 46 كروموسوم تمام يا أستاذي؟ فالله يرضى عليكم كل معلومة أنا حكيتها من بابي التوضيح يعني من بابي أني أفهمكم شو بيصير عندكم يا أستاذي كل شهر تمام يا أستاذي؟ أوكي طيب خلينا ننزل للشرح اللي تحت يلا هيك يا أستاذي بنكون خلصنا يا أستاذي مين؟ خلصت الانقسامات سواء تكوين الجاملات عند الذكر وتكوين الجاملات عند الانثى تمام يا أستاذي؟ هس رح نتعمق عند الانثى في التغيرات الشهرية اللي بتصير عندها سواء دورة الرحم أو دورة المبيض يلا خلينا نبلش مع بعض يلا منيجي يا أستاذي للموضوع اللي بعده اللي هو التغيرات الشهرية في نشاط الجهاز التناسل للانثى يعني سبحان الله هسا الانثى معروف الإناث بشكل عام عندهم الدم إيش؟ ما له بيكون منخفض دائما كريات الدم عندهم ما بين الخمسة مليون خلينا نحكي للستة مليون ونص كرية الدم وعننا يا أستاذي قوت الدم عند الإناث يعني بتتراوح ما بين خلينا نحكي الـ 11 والـ 14 والـ 15 يعني إذا قلل الدم خلينا أو الـ 12 خلينا نقول الطبيعي يعني الطبيعي عند الإناث قديش لازم يكون قوت الدم عندهم ما بين خلينا نقول الـ 11 ونص للـ 14 للـ 15 إذا نزل عن الـ 11 أو عن الـ 12 بعرف إنه فيه فقر دم عشان هيك دائما أغلب الإناث لما نيجوا يفحصوا الدم بيلاقوا من 11 ونص بيختلف من أنثى الحامل أو مش الحامل تمام فالطبيعي خلينا نقول 14 13 15 الوقود الدم إذا كان أقل من هيك بيكون فيه مشكلة فقر دم وهذا إله دخل في قصة الدورة الشهرية للإناث تمام يا أستاذي عشان هيك عندهم فقر في الدم أو عندهم الدم إيش أقل من إيش من الذكور طيب التغيرات الشريفة النشاط الجهاز التناسل الأنثوي بقول يحدث فيه كل من المبيض والرحم يعني إحنا مطالبين نعرف التغيرات الشهرية يا بتصير للمبيض بحيث إنه ينتج بويضات أو بتصير للرحم بحيث إنه يتجدد الرحم عشان يرجع يستقبل الجنين فسبحان الله الأنثى يعني على طول بيتجدد عندها من الرحم كل شهر الرحم بيقذف محتوياته من غذاء تمام وبييرجع ينبني من أول وجديد عند الإناث بشكل عام طيب كيف بتتخلص من الرحم الزائد اللي هو بكون فيه غداد وبكون فيه أنزيمات وبكون فيه هرمونات هذا بتتخلص منه الأنثى كل شهر عن طريق الدورة الشهرية تمام يعني سبحان الله طبيعيا الإناث بتعمل على تجديد من تجديد الرحم كل شهر عن طريق هرمون الأستروجين والبروجسترون طيب إذا ما صار إخصاب سبحان الله الرحم على طول بيقذف محتوياته للخارج عن طريق أنه بيصير عندنا يا أستاذ انقباض الأوعية الدموية الحلزونية في الرحم وبيصير عندنا نزف يا أستاذ وبيطلع هذا الرحم على شكل قطع وبيطلع خارج الرحم في كل دورة شهرية من عند الإناث طيب خلينا نكمل ها سؤال وتحضير الرحم ها استعدادا لحدوث الإخصاب المحتمل إذ يمر الجهاز التناسل الأنثوي بمجموعة من الأحداث المتسلسلة بنسميها دورة المبيض وهذه فيها ثلاث أطوار وعننا أيضا دورة الرحم إلها ثلاث أطوار فإحنا بنا نفهم إنه في دورة المبيض دائما لما يقول لي دورة المبيض يعني الأنثى بدأت تنتج البويضات يعني راح تنتج 20 بويضة واحدة فقط جاهزة من الإخصاب طيب ممتاز بينما في دورة الرحم دورة الرحم إنه يا أستاذي في دورة المبيض أنا جهزت الرحم وجهزت البويضات بنيتهم طيب في حال إذا ما صارش إخصاب الأنثى بدأت تتخلص تتخلص من اللي هو الإشي اللي نبنى في الرحم عشان يتجدد الشهر اللي بعده تمام يا أستاذي طيب ممتاز هسا منيجي لدورة المبيض يلا تعالوا هم تشمل دورة المبيض على ثلاث أطوار زي ما قلنا لكم حفظ أول طور منسميه طور نمو الحويسلة وهذا مين المسؤول عنه إنه يخلي المبيض ينتج الحويسلات بتقول لي هرمون الـ F-S-H هذا الأساسي هو اللي بيحفز المبيض عشان ينتج الحويسلات تمام هسا لما ينتج الحويسلات بيصير عند الأنثى طور إيش الإباضة وهذا طور الإباضة بيكون في يوم 14 من بعد الدورة الشهرية وهذا طور الإباضة اللي هي بتم إنتاج فيه إيش البويضة وفي هاي اللحظة بتكون جاهزة للإخصاب وهاي البويضة في يوم 14 بعد الدورة الشهرية إذا ما تم تلقيحه بعد يوم يومين رح تموت هاي وتستنى إيش عشان تنتج بويضة جاهزة للإخصاب الشهر اللي بعد طيب وعندنا طور الجسم الأصفر يعني طور الجسم الأصفر رح ينتج هرمون الـبروجسترون يعني هسا مين يبينتج الهرمونات الأستروجين البروجسترون قلنا لكم الحويسلات سواء في طور الحويسلة بنتج أستروجين وفي طور الجسم الأصفر بنتج البروجسترون الأستروجين أنا فهمتكم بروح على الأفاساتش أو الغدو النخامية الأمامية بيوقف الأفاساتش عشان ما تنتج أكثر من حويسل وهسا رح نوضح بقولي هون تستخرق دورة الرحم والمبيض مدة تتراوح بين الـ 21 لـ 35 يوم يعني الدورة بشكل عام قديش إما 21 يوم أو 35 يوم ويبلغ معدلها في معظم النساء قديش يعني في يوم 28 الشهر بيصير عند الإناث الدورة هاي فبتقذف محتويات الرحم وبترجع تبنيها من أول وجديد وهو الزمن الذي سيعتمد في أثناء دراسة دورة الرحم والمبيض طيب تعالوا خلينا نفهم هدول الرسمات يولون هدول الرسمات الله يرضى عليكم يطلابنا مطالبين نفهمهم زي اسمنا فيما يخص مراحل التغيرات الدورية سواء دورة المبيض وأيضا دورة الرحم فالله يرضى عليكم يطلابنا ركزوا معي منيه هسب هاي الرسمة أو هدول الرسمات يا أستاذي بدي أفهم دورة المبيض وركزوا معي منيه دورة المبيض بتمر يا أستاذي بثلاثة أطوار اللي هم طور الحويصلة مطالب أعرف شو بيصير فيه وأيضا طور الإباظة مطالب أعرف شو بيصير فيه وطور الجسم الأصفر فأيضا الله يرضى عليكم طلابنا دورة المبيض فيها قديش طور تيجي بتقول لي فيها ثلاث أطوار طور الحويصلة بيصير فيه نمول الحويصلة عن طريق أنه الغد النخامية بتفرز الجياناراتش الجياناراتش بيحفز الغد النخامية الأمامية بيقولها افرز الألاتش والأفأساتش فإنت بدك تفهم يا أستاذي بهذا الطور أنه المسؤول عن تحفيز الحويصلات على النمو والانقسام اللي هو من الأفأساتش تمام يا أستاذي وشرحنا لك إياه قبل قلت لك يا أستاذي أنه الذكر والأنثى كمان مرة بينتج يا أستاذي أو الغد تحت المهاد بتفرز الجياناراتش من سميها هرمونات الغد التناسلية الجياناراتش بيحفز الغد النخامية الأمامية بيقولها يا غد النخامية أمامية أنا معاي أمر من الدماغ أنه إفرز هرمون الألاتش اللي هو الجسم الأصفر وإفرز هرمون الأفأساتش اللي هو إيش؟ الهرمون المنشط الحويصلة سواء هذا الحكي بيصير للذكر وبيصير للأنثى فهمناك قلنا لك إنه الذكر يا أستاذي بينشط عنده الألاتش بيروح على الأنبيبات المنوية وبحفز إنتاج اللي هو هرمون التستستيرون والتستستيرون هو المسؤول عن إنضاج اللي هي يا أستاذي الحيونات المنوية وقلنا لك يا أستاذي عند الأنثى بينشط الأفأساتش طبعا الأفأساتش بيشتغل عند الذكر إنه بيساعد في إنضاج الحيونات بينما عند الأنثى المتخصص فيه اللي هو نمو الحويصلات اللي هو مين الأفأساتش فالأفأساتش بينفرز من الغد النخامية الأمامية فبظله رايح على اللي هو المبيض عند الأنثى فبيحفز المبيض على إنتاج مين الحويصلات تمام يا أستاذي؟ تمام طيب إذن أنا مطالب الآن هون أعرف اللي هي دورة المبيض بأطوارها وبيدي أعرف مستوى هرمونين مهمين اللي هم مين هرمون الـ FSH وهرمون الـ LH وأنا فصلت لك وقلت لك يا أستاذ هاي هون تحت مين الميهات تحت الميهات بتفرز إشي من سميناها GNRH هرمونات الغدد التناسلية بحفز الغدد من النخامية من الأمامية على إفراز من الـ LH وأيضا من الـ FSH هذا قلنا لكم إياه فأنا بدي أخذ شو كيف مستوى الهرمونات بهاي الدورة طيب بعدين إن شاء الله لما نخلص أطوار دورة المبيض رح ندخل يا أستاذ هل مين لأطوار دورة الرحم اللي هي إيش الحيض وهذول الأطوار عندنا ثلاث أطوار بدك تحفظها أول إشي طور تدفق الطنف اثنين طور نمو بطانة الرحم وطور أو الطور الإفرازي أستاذي إنت مطالب تفهم إن دورة الرحم ودورة المبيض بيصير عند الأنثى بتوازي كيف يعني؟ يعني إذا صار عند الأنثى في اليوم الأول أو أول سبع أيام من الدورة بيكون أنا عندي بنفس الوقت إيش؟ طور نمو اللي هو مين؟ الحويصلة وبنفس الوقت طور مين؟ طور تدفق الطنف طيب في الوقت اللي بيصير فيه إيبادة قبيل الإيبادة بيصير عندي طور اللي هو نمو بطانة الرحم والطور اللي بيصير فيه جسم أصفر بنفس الوقت بيصير عندي في دورة الرحم الطور الإفرازي فأنا الله يرضى عليكم يا طلابنا مطالب هدول أحفظهم زي اسمي هس أول إشي أنا رح أفهمك أيام كل طور أو كل مرحلة بحيث أفهمك دورة المبيض شو بيصير فيها؟ بعدين بروح للرسمة هاي بس أنت مطالب تفهم يا أستاذي أنه سبحان الله دورة الرحم ودورة المبيض بيصير في توازي الوقت اللي بيصير فيه طورة الحويسة بيصير فيه إيش طورة الدفق الطنف الوقت اللي بيصير طور الإبادة في يوم 14 بيصير معنا طور النمو بطانة الرحم والطور اللي بيصير فيه طور الجسم الأصفر بيصير عندنا الطور الإفرازي تمام يا أستاذي؟ يعني هدولة بيصيرين بنفس الوقت مش إنه والله دورة الرحم لحال والمبيض لحال لا يا أستاذي سبحان الله جسم الأنثى بيصير عنده هدولة طورين بتوازي هسا أنا لما أدرسهم رح أدرسهم بشكل منفصل يلا خلينا نيجي للرسمات خلينا أفهمك هدولة الرسمات وهدولة الرسمات مهمات يا أستاذي يعني أنت مطالب كيف بيصير في كل دورة وإيش وظيفة الهرمونات سواء للغد النخمية الأمامية وعند الهرمونات اللي بتفرزها إيش المبيض اللي هي الحويسلات هرمون الأستروجين هذا مطالب أعرف شو وظيفته وهرمون البروجسترون طيب أستاذي أنا قبل كل شي بدي الجميع ينتبه عليه رح أفهمك أنا هدولة الرسمات في الأطوار شو بصير فيهن كاملة سواء كدورة مياض وكدورة مين رحم بعدين رح أروح على الإشي المكتوب في الكتاب تمام فأنت فهمني إياهم من هون رح أفهمك إياهم لأن الرسمات ربنا الله بدها تركيز يعني رسمة غير معقدة بس بدها تفهمها تمام بعدين منروح للخطوات يلا خلينا نبلش بداية في مستوى الهرمونات الغد النخمية طيب أنا فهمتك وقلت لك أنه الغد النخمية بتفرز هرمونين الأف أس أتش والأل أتش عن طريق أنه الجيان أل أتش بتفرزه تحت الميهات بحفز الغد النخمية الأمامية وبقولها افرزي الأف أس أتش ومين والأل أتش تمام يا أستاذي طيب هسأ إنت بدك تفهم الأف أس أتش وين بدي يروح بدي يروح للمبيض بدي يروح لمين للمبيض طيب ممتاز لما نروح الأف أس أتش للمبيض يا طلابنا رح يبلش عندي أول طور من أطوار دورة المبيض اللي هو طور الحويسلة وهذا طور الحويسلة إيش مطالب تفهم فيه إنه مين المسؤول عن تحفيز الحويسلات على الانقسام اللي هو مين الأف أس أتش تمام؟ هذا انتقل عن طريق الدم للمبيض وحفز الحويسلات على مين؟ على الانقسام وهون انت مطالب تفهم قديش حويسلة بتم إنتاج تقريبيا حدود عشرين حويسلة طيب العشرين حويسلة سبحان الله عندي الأنثى فقط واحدة رح تكون جاهزة للإخصاب وأنا فهمتكم وقلت لكم إنه الأنثى عندها في الشهر تنتج بويضة أو حويسلة واحدة هاي جاهزة للإخصاب طيب الباقي يا أستاذ التسعتاش هاي يا أستاذي بيصير إلها إضم حلال وبتتحول لجسم أصفر طيب هس أنا بحكي هون هس بنفس الوقت اللي بيتم إنتاج الحويسلات ركز معاي منيح في المعلومة هاي الحويسلات نفسها شو بتنتج؟ بتنتج يا أستاذي هورمون الأستروجين تنتج أو خلينا نقول تفرز تمام؟ مين اللي بيفرز الأستروجين بتقول لي تفرز مين اللي بيفرز الأستروجين اللي هي الحويسلات؟ تمام يا أستاذي؟ إذن ممكن يجيب لي سؤال في الامتحان مين المسؤول عن إفراز الأستروجين؟ فبقول له يا عمي الأفأسات شحفز اللي هو الحويسلات على الانقسام صاروا عشرين؟ العشرين هدول ببلشوا شوي شوي يفرز الأستروجين طيب بيجي واحد شاطر بيجي بقول لي طيب يا أستاذي لمن الحويسلات تفرز الأستروجين شو وظيفة الأستروجين؟ آه شو وظيفة هذا الأستروجين؟ يلا خلينا في طور طور إحنا نفهم ونفهم مية بالمليون شو بيصير فيهن؟ بعيد كمان مرة عشان تفهموا يا طلبنا انت فهمت انه مين اللي بدي حفز الميبيض عند الأنثى؟ الـ FSH الـ FSH مين بيينتجه لغد النخامية الأمامية عند الأنثى؟ مين بيحفز الجي أنعرات شو تحت الميهاج؟ صعب هاي؟ فالـ FSH بيظلوا رايح عن طريق الدم وبيظلوا رايح لمين للميبيض؟ طيب لما يوصل الـ FSH هرمون المنشط بنشط إنتاج الحويسلات وبينتج عنا 20 حويسلة تمام لهون؟ تمام يا أستاذ هاي الحويسلات قلت لك شو بتنتج؟ وظيفتها إنتاج أو تفرز مين؟ الأستروجين طيب ممتاز الأستروجين بيكون مستوى إيش؟ لساعة وصغير يعني مستوى مش عالي في هذا الطور لسا بلشت الحويسلات تنتج فمستوى بيكون قليل هذا الأستروجين سبحان الله وين بدي روح ركزه معاي منيح؟ هذا بدي ينتقل الأستروجين يظلوا رايح لمين؟ لا الغد النخامية وبيقولها يا غد النخامية وقفي إفراز مين؟ وقفي إفراز الـ FSH فوظيفة الأستروجين هاي هون يعمل على منع إفراز اللي هو الـ LH وكمان مين الـ FSH هاي وظيفة مين؟ الأستروجين أستروجين فإذن أنا فهمتك الأستروجين مين بيفرزوا الحويسلات؟ هاي الحويسلات لما تفرز الأستروجين الأستروجين بيظلوا يا أستاذي رايح وين؟ بيظلوا الله يرضى عليكم رايح عمين على الغد النخامية الأممية بيقولها يا غد النخامية الأممية وقفي إفراز مين؟ الـ FSH والأستروجين طب بيجي واحد بيقول لي علل ليش الأستروجين بوقف إفراز الـ FSH والـ LH هاي لكي إيش طلابنا؟ لا تنضج أي إيش حويسلة لأنه أنا طول ما هو الـ FSH تم إفرازه رح يظل الحويسلة تنقسم فسبحان الله الحويسلة منها وفيها بتفرز الأستروجين طيب ممتاز هذا الأستروجين اللي بتفرزه الحويسلات بيظلوا طالع على الغد النخامية الأممية وبوقف إفراز الـ LH والـ FSH طيب أعلن ليش بيوقف إفراز الـ LH والـ FSH لكي لا تنضج أي إيش حويسلة لكي لا تنضج أي إيش حويسلة فهمنا شو وظيفة الأستروجين وشو ومين بينتجه؟ طيب ممتاز هسا نتيجة إفراز الأستروجين بكميات كبيرة رح يرتفع عندي مستوى من الأستروجين هسا الأستروجين الخلية لما انقسمت تمام عندي واحدة فقط تنضج اللي هي من سميه حويسلة غراف شو اسمها هاي حويسلة غراف اللي هي الحويسلة الثانوية هاي الحويسلة الثانوية مين اللي بدي خليها ناضجة؟ مين دي حولها لناضجة؟ اللي هو مين الـ LH فأجت وظيفة الـ LH الـ LH أستاذي هون وظيفته يحول الحويسلة الثانوية إلى ناضجة تمام؟ في طور مين؟ في طور الإباضة تمام؟ فإذا أنا أنتجت عشرين حويسلة تمام يا أستاذي؟ العشرين واحدة اللي هي بتكون أسرع نموا يا أستاذي بتتحول لحويسلة غراف من حويسلة غراف عشان تتحول لناضجة جاهزة للإخصاب مين اللي بدي حولها؟ اللي هو الـ LH مين هو يا أستاذي الـ LH هيك أنا متى بيصير طور الإباضة في أي يوم؟ في يوم 14 شهر من بعد الدورة يعني الأنثة بدها تعد بعد الدورة الشهرية 14 يوم بدنا نعرف إحنه هون تم أو هاي الأنثة أنتجت بويضة جاهزة للإخصاب تمام يا أستاذي؟ تمام طيب عشان إيك بنصحوا الأزواج اللي بدي جيههم مولاد يا أستاذي إنه يعد بعد الدورة 14 يوم في هذا اليوم 14 تقريبيا من الشهر إذا كان بداية الشهر 7 أيام دورة بعد الدورة 14 يوم اللي هو تقريبيا في يوم 22 أو 21 من الشهر بتكون هاي البويضة شو مالها؟ هاي البويضة جاهزة للإخصاب تمام يا أستاذي؟ وبتم التلقيح وإن شاء الله بيصير هون حمل طيب بعد طور الإباضة إذا ما صار إخصاب لهاي البويضة رح يصير عندي جسم أصفر يعني رح تتحول هاي الحويسلة لجسم أصفر وهذا الجسم الأصفر رح يفرز هرمون مين؟ الهرمون الثاني بروجسترون تمام؟ البروجسترون مين مسؤول عن إفرازه؟ اللي هو الجسم الأصفر تمام؟ إيش هو الجسم الأصفر؟ إنه الحويسلات اللي ما تم إلها اللي هو إنضاج أو ما تم إلها إخصاب رح تتحول لجسم أصفر وتتحلل وتموت تمام يا أستاذي؟ هاي أنا شرحت لك الآن شو بيصير في كل طور من أطوار دورة المبيض؟ صعب يا أستاذي؟ سهل وبسيط إذن الحويسلات إنتاج بحويسلات عشرين العباضة إنه أنا أبدأ حول الحويسلة الثانوية أو إغراف إلى ناضجة في يوم 14 شهر بعدين إذا ما صار إخصاب رح تتحول هاي البويضات لجسم أصفر وتنتج هرموني لبروجسترون تمام يا أستاذي؟ هذا الكلام بإذن الله رح نجيب التفصيل طيب بعد ما صارت دورة المبيض طبعا أنت بدأك تفهم كل طور بصير قباله يعني مش على طول فعليا هو فيصير طور الحويسلة من يوم لسبع أيام بصير عندنا تدفق الطمث وتدفق الطمث يا أستاذي اللي هو خروج الدم الفاسد طيب ليش صار عند تدفق الطمث يا شباب؟ بسبب انخفاض مستوى الأستروجين والبروجسترون هاي مستوهم شو معنو؟ انخفاض يعني لما ينخفض عند الأنثى مستوى الأستروجين والبروجسترون بصير عندها تدفق الطمث بتطلع عندنا من الفاسد عن طريق انقباض الأوعية الدموية الحلزونية عند الأنثى وبيطلع الرحم عشان أنا أجدد الرحم وأنا قلت لكم الرحم كل شهر بتجدد تمام؟ لأنه الأنثى في الدورة الشريعة بتطلع محتويات الرحم وبيرجعين بيني من أول وجديد لاستقبال من الجنين تمام؟ فأنا في الأنثى هون بتم قذف محتويات الرحم بما يخص فيه أنزيمات وغدد وإلى آخره بعدين بس تخلص السبع أيام رح تدخل في مين؟ رح تدخل يا أستاذي هون في مين؟ في طور نمو بطنة الرحم تمام يا أستاذي؟ هذا الطور رح يبلش عند الأنثى طور الرحم إيش؟ بالنمو وبحيث يكمل أو يصير غني بالغذاء في الطور الإفرازي والغذاء تبع الجنين هون بنسميه غلايكو إيش جين وهذا لغلايكو جين سكر متعدد بيحتويه مين؟ الرحم في الأيام الأولى لانزراع اللي هو مين يا أستاذي؟ هذا الجنين هون فبيتغذع على الغذاء لغلايكو جين الموجود يا أستاذي هذا الغذاء بيكون موجود في الرحم فإنتم بتكتفهموا يا طلابنا أنه كل طور من الأطوار بيصير يقباله طور في دورة مين؟ دورة اللي هو الرحم طيب إذن هاي الرسمة أنا وضحتها بتفاصيلها وشو بيصير في كل طور من هاي الأطوار؟ إحنا مطالبين هسا ندرسهم بشكل أو كل دورة على أحد يلا تعالوا هسا نكتب الكلام مني جاوليشي لطور الحويسل يلا تولد الأنثة وفي مبيضة مئات الآلاف من إيش من الحويسلات الأولية التي تحوي كل منها عالة بويضة أولية محاطة بخلايا حويسلة تمدها بالغذاء طيب ممتاز المعلومة الثانية وبدأ بسن البلوغ ونتيجة لإفراز غدتها ركزوا معي غدت تحت الميهات إيش بتفرز؟ قلنا لك هرمون المحفز للغدد التناسلية وفهمتكم إياه وهو مين الـ GnRH هايو قلتلك يا أستاذي أنا غدت تحت الميهات هتفرز GnRH الجnRH بيحفز الغد النخامية الأمامية لإفراز الـ LH والـ F مين والـ FSH تمنتاز فتفرز الـ GnRH الـ GnRH إيش بيسوه يا أستاذي؟ هذا يحفز النخامية الأمامية لإفراز الهرمون المنشط للحويسل الـ FSH ويؤثر في المبيض فيتمكن إيش يا أستاذي بعض الحويصلات الأولية من إكمال تطورها يعني مين اللي بيكمل أو مين اللي بيساعد على طور الحويصلة اللي هو الأفأس أتش تمام الألاتش بيشتغل في طور مين الإباضة قلنا لكم طيب ولكن الحويصلة واحدة إيش مالها فقط تنضج شهريا وهذه المعلومة قلنا لكم إياها طيب في إحدى المبيضين أثناء الطور فتفرز الحويصلة في أثناء ضجها هرمون الأستروجين إيش وظيفته الذي يرتفع تدريجيا ببطء ما يثبت إفراز اللي هو الغد النخامية الأفأس أتش والألاتش وأنا فهمتكم في هاي النقطة إنه يا عم الحويصلات بتنتج الأستروجين الأستروجين بروح على الغد النخامية بوقف إفراز الألاتش والأفأس أتش لكي لا تنضج أي إيش حويصلة هذا الإشي أنا فهمتكم طيب بنكمل بقول لي هون كلما استمر نمو الحويصلة في مستوى الأستروجين إيش ماله وواصل للمستوى الأستروجين بالارتفاع ومن ثم يعمل مستوى الأستروجين المرتفع خلال أيام 12 و14 بآلية إيش التغذية الراجعة السالبة فيحفز غدة تحت المهاد إفراز الجيان أراتش الذي يحفز الغدة الأممية زيادة إفراز هرموناتها فيعمل هرمون المنبه للجسم الأصفر إيش على إتمام نضج من الحويصلة وانفجارها وهذا قلنا لك يا أستاذي في طور من الإباضة قلنا لك مين بيحول الجراف إلى ناضجه في الإباضة اللي هو الـ LH ممتاز يا أستاذي بقول لي ويبلغ أعلى مستوى الهرمون الحويصلة سواء الـ FSH والـ LH في طور من الإباضة يعني أنت بدأ اكتفها من خلال رسمي مين أعلى مستوى للهرمونين هاي الـ LH والـ FSH في طور من؟ في طور الإباضة هذا أعلى مستوى الإباضة احفظ هاي المعلومة هاي نبدأ جايد عليها أنه متى بيكون أعلى مستوى لهرمون الـ FSH والـ LH قبل عملية من الإباضة هاي تحتيار بعين قبل طمام يا أستاذي هاي خلص طور مين؟ طور الحويصلة هسا بتدخل الخلية في طور الإباضة يلا تعالوا نشوف شو بصير في طور الإباضة تحدث في الإباضة في اليوم الرابع عشر حفظ من الدورة تقريبا اي في اليوم الذي يلي ارتفاع مين اللي هو إيش الـ LH حيث تنطلق الخلية البيضية الثانوية إلى قناة البيض نحو الرحم عشان يتم إلها إخصاب تطلع لي عن رسمي هاي بقول لي أنا غدت تحت الميهاد بتفرز الـ G-N-R الـ G-N-R-H بيحفز الغد النخامية بيفرز الـ L-H ومين والـ F-H الـ L-H هو اللي بدي يعمل على إيش على إنضاج الحويصلة طيب الروحة اللي بعده منيجي لآخر تطوره عندنا الجسم الأصفر الجسم الأصفر شو قصته هذا بيفرز إيش بيفرز يا أستاذي لبروجسترون ينتج من الخلائل الحويصل التي ظلت في المبيض تركيب جديد يسمى الجسم الأصفر يعني بتتحول الحويصلات إلى جسم الأصفر الذي يبدأ بإفراز هرموني بيفرز الأستروجين وأيضاً البروجسترون تمام يا أستاذي هذول هرمونين بيفرزين إيش الوظيفة تبعت هرمون الأستروجين والبروجسترون يعملان على نمو بطانة الرحم وتكون الأوعية الدموية فيه تمام هاي رقم واحد هاي اتنين هذول وظيفة الهرمونين ويؤدي استمرار إفراز هذول الهرمونين إلى ارتفاع مستوياتهما في الدم وتحدث التغذية إيش الراجعة السالبة فيتوقف من الغد النخامية اللي هي عن إفراز الهرمون المنشط الحويصلة والهرمون الجسم الأصفر يعني إذا ارتفع البروجسترون في الدم عند الأنثة هون إذا ارتفعوا هاي هون في الجسم الأصفر إيش ماله؟ مرتفع يا طلابنا هاي البروجسترون شو مال البلون؟ البلون الأحمر أستروجين والبلون الأزرق اللي هو البروجسترون تمام يا أستاذي؟ انت بدك تفهم لمن يرتفع هذا بوقف الـ FSH والـ LH من الغد النخامية كمان البروجسترون إذا أخذته الأنثة بوقف الحمل لأنه بوقف إفراز الـ FSH ومن كمان يا طلابنا؟ اللي هو الـ LH طيب نكمل هسا بعد هيك بقول لي وإذا لم يحدث إخصاب فإن الجسم الأصفر يضمر ثم يتحلل ومستويات الأستروجين والبروجسترون تنخفض مما يؤدي إلى تحفيز إفراز الـ FSH والآتش اللي بدأ دورة جديدة هذا فيما يخص طلابنا مين؟ اللي هي دورة المبيض هيك بنكون يا طلابنا خلصنا معكم دورة المبيض انتظرون إن شاء الله الحصة القادمة في شرح اللي هي دورة الرحم بالثلاث أطوار سواء تدفق الطنف اللي هو طور النبو بطانة الرحم والطور الإفرازي وشو بيسير في كل طور هيك بنكون خلصنا معكم وطلابنا والله يعطيكم ألف ألف عافية ألف عافية